السلام عليكم يا ربكم أنتم بخير ده هيبقى شؤال رقم خمسة هو دي محوض رقم اتنين بس هو سؤال رقم خمسة من حد ده في الجزء بتاع الليكود آآ آآ هو هنا سؤال دي لطيفة شوية بس محددكها تفكير يعني هو بيقولي الوقت اللي أنا عندي تنكين تعالوا نكروس سؤال واحدة بيقولي عندي تنكين بتاعوا وفايف بيقولي الانشي يقول ده هو كل الملفات مقفولة اتش واحد وان بوينت فايف متر اتش واحد دي كده وان بوينت فايف متر اتش اتنين وفايف متر بيقولي الانتو قولي ديت اربعة متر فكده اللي انتقول هيبي عمشت زي من اتش واحد اتش اتش اتنين لو حالة ده فالف بدي مفتوح والادش اي ده ستبقى نازلة عشان كده 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 اصلا هم ايه آآ نازلة من فوق ومشه تفرم ال H اللي داحت عملها ازاي بحكا بيقول لي انه عندي resistance V1 و V2 عندي V1 R1 بتساوي 2 وعند V2 R2 بتساوي 4 يعني حشقين عندي V2 و V1 دلوقتي قال لي اللي هو عندي time 0 فتح في V1 و V2 لانه هو دلوقتي عندي time 0 فتح V1 و V2 اول حاجة هنا هو من ديني الاراض بكام فبالتالي انا هنا مش محتاج اعمل انا هكده عندي ان QN بتساوي Q out وال Q بتساوي فريق يتشاط على الاراض اي Q فيه تعالوا بقى نمسك tank tank ونشوف هنحله ازاي تعالوا tank واحد الاول tank واحد دلوقتي ده ده tank واحد او اللي داخل فيه ده داخل بصفر ده داخل بصفر مش اي حاجة داخله فيه خالص فبالتالي الداخل بتاعه بصفر معالش برضو تاني انا التابلت جريفك تابلت مش معاي فعني بشاخبط بس ومش عارف اللي انا اكتبها كحل زي مرة اللي فاتت يعني هنا هو القلة نفسه بصفر بعد كده عندي قلة طالع منه طالع منه هيبقى فريق ال H على ال R فريق ال H على ال R دي فH1 منس ال H اتنين على ال R بس الاكموليشن فهنا طلعت tank واحد بعمل ازاي tank اتنين وبنفس الموضوع اللي داخل داخل منه ال H اي اللي فوق فداخل منه H اي فوق وداخل منه فريق ال H ال H وقل إيه طالع منه مش اي حاجة طالع منه اللي طالع منه بزيرو فبالتالي طالع منه بزيرو وعندي هنا محتاجين اللي احنا نخلي المعددة دية اي حاجة جنب ال H بصفر عشان عندي هنا عبارة عن H اتنين فخليت اللي جنب ال H اتنين هنا بواحد سوري مش بصفر فضبطت المعددة خليتها بواحد وكلا طلعات هو كان طالب من ما بين الديناميك في H1 و H2 فانا طلعات الديناميك في H1 و H2 وده كان المطوب يعني وده كنا احنا خلصنا جزء بتاع الـ Liquid Level Process وان شاء الله من المرة الجاية هنبدأ في جزء جديد اللي هو Neumatic Process وده يعني جزء لطيف هو يعتبر ما فيش فرق يعني هم يعتبروا نفس الحاجة بتمشيها بس يعني باختلاف مثلا ده وقت هنشغل على Pressure يعني وان شاء الله هتشوفوا يعني المرة الجاية وان شاء الله هتشوفوا